بالنسبة لمبادئ النظام الفدرالي ما هي مبادئه عن استقلال ذاتي المشاركة؟ عادة العلماء يسمون هذه الفقرة أو يطلقون عليها أسس التنظيم يوجد هناك أسس تنظيم خاصة في المفهوم الفدرالي أسس تنظيم خاصة عندي أسسين، أسنين، مركزيين، أساسيين بس لو هو الاستقلال الذاتي بالإضافة إلى مشاركة في القرارات ذات الشأن العام شو مع الاستقلال الذاتي؟ الدول أو الأقاليم المكونة للدولة الفدرالية ترغب أن تكون مستقلة لا مستقلة استقلال كامل تشريعي، تنفيذي، قضائي، إداري فهي ترغب في الوحدة مع الأقاليم الأخرى ضمن دولة الفدرالية لكن لا ترغب في نفس الوقت أن تكون دولة بسيطة أو دولة مركزية ترغب في الوحدة لكن ترغب بحمش كبير من الحرية مع هذا الاستقلال الذاتي هي ترغب أيضا في أن تشارك في القرارات ذات الشأن العام وإذا لم تشارك الأقاليم بشاركة صحيحة ومنظمة في القرارات ذات الشأن العام فنحن بصراحة أمام مثالا عن دولة بسيطة ليس دولة فدرالية فهي ترغب في الاستقلال بإضافة الاستقلال ترغب في المشاركة في القضايا ذات الشأن العام قضايا السيادية وذات الداخلية الخارجية نعم يعني الذي فهمته من هذا الكلام كله يعني المبادئ النظام فدرالي مبدئا مبدئ الاستقلال الذاتي يستقلون بالاستقلال الإداري وسياسي أول لا مركزية سياسية يعني المركزية السياسية يكون مستقلين استقلالا تشريعيا تنفيذيا قضائيا طبعا لا مركزية إدارية ويشاركون بالحقائب السيادية قرارات ذات الشأن العام بل الضبط يشاركون في القرارات ذات الشأن العام وهي الحقائب السيادية نعم الداخلية و الخارجية نعم والتعليم كمان في سويسرا ولكون الجيش وطني شكرا